العاشر من نيسان أبريل عام 2006 تاريخ يحمل الذكرى الرابع المؤلمة لاحتلال العراق ويحمل كذلك انطلاق واحدة من أهم الفضائيات العراقية قناة الرافدين لسان حال المقاومة والمدافع الأول عن حقوق شعب هضمتها ثلة من المحتلين والمتآمرين اعتمدت القناة شارتها استنادا إلى عمق التاريخ وواقع الجغرافيا فجاءت على شكل دائرة ذهبية تشير إلى مدينة بغداد التي بناها العباسيوند وتحيط بها موجتان طويلتان صفراء وزرقاء تمثلان نهري دجلة والفرات كما أن شعارها الذي لم يزد على كلمتين لأننا حضارة لخص ما يدور في خلد كل عربي وعراقي عن بلاد الرافدين تحسس الأعداء خطورة ما تبصه القناة مبكرا فلم تمضي أشهر معدودة حتى تعرض مكتبها في العاصمة بغداد لهجمتين متتاليتين كانت آخرها في أكتوبر من عام 2006 أسفرت حينها عن إصابة العاملين فيه بإصابات متفاوتة وعن أضرار مادية بالغة دفعت إدارة القناة في نهاية المطاف إلى إغلاقه وفي آيار من عام 2009 عرض الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون يعتبر القمر الحامل لفضائية الرافدين وفضائيات أخرى منظمة إرهابية بسبب ما قال عنه تحريض على قتل الأمريكيين مطالبا بمراجعة علاقة الولايات المتحدة مع الدول الراعية لها أحدث المشروع زوبعة لكنه ظل حبيس الأدرج ثم ما لبث أن عاد للظهور ثانية في كانون الثاني من العام 2010 حين تصاعدت التهديدات الأمريكية ضد الرافدين وقنوات أخرى وناقش الكونغرس الأمريكي المشروع وطالب الرئيس أوباما بتقديم تقرير عن محطات التلفزة التي تبث من المنطقة العربية واتخاذ إجراءات عقابية ضدها ظلت القناة رغم كل ذلك قابضة على جمر القضية العراقية دون تفريض فلم تنزوي في غياه بالتضليل الذي مارسته قنوات أخرى ولم تتبدل سياستها التحريرية وإذ تحل الذكرى الثانية عشرة لانطلاق القناة فإنها حريصة على التجديد في ثوبها مع تأكيدها الثبات على مواقفها ودفع أثمان ذلك مهما كلف دون كلل أو ملل ترجمة نانسي قنقر